بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة السابعة مع المقرر الكيمياء العضويات التخليقية كنا شفنا في المحاضرات السابقة أخذنا طرق التخليق العضوي أو كيف أعمل تصميم المركب عضوي معين لمركب مستهدف وأخذنا المسترحات العامة والطرق العامة أو الاستراتيجيات العامة المتبعة في عمليات التخطيط التخليقية أخذنا بعد كده جزء اللي هو خاص بالمركبات العضوية الفلسية أو المعدنية واستخدامتها في التخليق العضوي هنبدأ النهاردة جزء جديد أو الجزء الأخير معنا في المقرر اللي هو جزء خاص ببعض الطرق الخاصة لتخليق بعض المركبات أو إضافة بعض المجموعات الفعالة على المركبات العضوية هنتكلم على بعض الأمثلة زي الألكنات والألكين هناخد جزء في المركبات الأروماتية وناخد مثال على الكحولات هنبدأ مع بعض ببعض الطرق الخاصة لتخليق الألكنات هو عمتا الألكنات بتبقى أو طرق الحصول على الألكنات بتبقى عن طريق مشتقات البترول أو عملات التقطير للبترول والغاز الطبيعي بنستخلص منها الألكنات المطلوبة أو الهيدروكربونات الألفاتية عمتا المشبعة بتستخلص من المصادر دي فبتبقى موجودة في بوفرة عن طريق بهذا الأسلوب أو بهذه المصادر ولكن في التخليق العضوي ممكن أن نحن نحتاج أن أعمل تركيب معين في المركبات أو أحصل على ألكان بتركيب معين فبالتالي ألجأ لبعض الطرق الخاصة اللي أستخدمها في تخليق الألكنات من الطرق دي رقم واحد اللي هي اختزال الهيدروكربونات الغير مشبعة خلاص داوت بيتم يا إما عن طريق اللي هي الهدرجة الحفزية أو عن طريق الاختزال الكيميائي الهدرجة الحفزية مباشرة أننا على المركبات اللي فيها الرابط غير المشبعة زي الرابط المزدوجة أو المركبات الأروماتية أو الألكينات بيتم اختزالها في وجود الهيدروجين وعامل حفاز عادة بيبقى من الفلزات الانتقالية زي النيكل على سبيل المثال بيتم عمليات الاختزال بيحولهولي مباشرة إلى مركبات مشبعة الاختزال الكيميائي عندي أن أنا بستخدم بعض المركبات الكيميائية زي على سبيل المثال الليسيوم في الأمونيا السائلة بيتكون الاختزال الكيميائي بيتميز عن الهدرجة الحفزية أو الاختزال الحفزي إن هو بيبقى أكثر انتقائية في عملية الاختزال بمعنى لو بصنا المثالين اللي قدامنا هنا عندي هنا الستيرين تقريبا الستيرين دريباتيف أو مشتق للستيرين اللي هو عندي حلقة أروماتية مقترنة مع كربون كربون دبل بوند أو ربطة مزدوجة بين الكربون والكربون لو رجيت أعمل لها اللي هي الاختزال الحفزي العادي الهدرجين هو النيكل بيختزلي كل الروابط الغير مشبعة في المركب بيحوله للمركب مشبع ولكن باستخدام الاختزال الكيميائي فبلاي إن في الاختزال الكيميائي زي ما قلنا إنه هو أكثر انتقائية بيخش فقط على الربطة المزدوجة الخاصة بالشق أو السلسلة الألفاتية ما جاءش جنب الحلقة الأروماتية خالص هو اختزل فقط بس الربطة المزدوجة اللي موجودة في السلسلة الجانبية وعشان كده بنستخدم الاختزال الكيميائي بشكل انتقائي أو لما بيختار أو قاصد إن أنا أختزل جزء معين في المركب وليس كل المركب زي الهدرجة الحفزية الطرق الثانية في تخليق الألكانات اللي هي طريقة اختزال الكيتونات بيتم زي رقم واحد عندي كذا طريقة الاختزال الكيتونات رقم واحد اللي هو اختزال وولف كيشنر إزاي بيتم الاختزال ده الاختزال ده بيتم بتسخين الكيتون مع الهايدرازين هيدريت تمام في وجود هيدروكسيد البوتاسيا فبيحول هولي بيختازل مجموعة الكربونيل اللي هي سي ربطة مستواجعة مع الأكسجين بيحول هالي لربطة مشبعة وبيخرج عندي الناتروشين جزئ الناتروشين اللي هو الناتج المصاحب التفاعل ممكن يتطبع على أي حاجة زي مثلا اللي هو السايكلو بنتانون أو البنتانون الحلقي برضو بالتسخين مع الهيدرازين في وجود هيدروكسيد ستوديوم محلول هيدروكسيد البوتاسيوم فبيديني اللي هو البنتان الحلقي ميكانيكية التفاعل التفاعل بيتم على خطوتين الخطوة الأولى بيتم في تفاعل الكيتون مع الهيدرازين عشان يديني مركب اللي هو الهيدرازون تمام في تفاعل التكاسف عادي بيخرج منه ميا الخطوة الثانية اللي هو عملية تحلل الهيدرازون بالحرارة في وجود هيدروكسيد البوتاسيوم مع تسخين الهيدرازون اللي تكون في الخطوة الأولى في محلول هيدروكسيد البوتاسيوم فبيبدأ يحصل له عملية تحلل وبيتحول للألكان الطريقة الثانية في اختزال الكيتونات اللي هو اختزال كليمنسين بيتم عن طريق معالجة الكيتون بممالغم الزنك تمام اللي هو الزنك الدائب في الزئبق بنسأني ممالغم الزنك في وجود حمض الهايدروكلوريك المركز فبيعمل لي عملية تفتزال مباشر لمجموعة الكربونيل وبيحول هالي لمجموعة مشبعة أو إلى الألكان المقابل تمام بيتم تطبيق التفاعل دوت على مركبات كتير ولا يكون مركبات فيها جزء أروماتي فبيتحول لي ربطة الكربونيل أو مجموعة الكيتون إلى مباشرة عشان يديني الألكان أو مشتق الألكان الطريقة الثالثة في تحضير الألكانات اللي بتستخدم في التحضيرات العضوية اللي هو تفاعل فورتز فاتيج يمكن مرن عليه قبل كده في الجزء اللي هو بتاع المركبات العضوية المعدنية هو بيتام عن طريق معالجة حالدات الألكايل أو الأريل بفليز السوديوم في الإيسر عشان يديني اللي هو الهيدرو كربونات أو يكون لي ربطة جديدة ما بين مجموعة الألكايل والمجموعة الأخرى هنا بيستخدم هنا اللي هو يديد الألكايل مع بروميد الفنايل أو الفنايل بروميد في وجود في الغز السوديوم علشان يكون لي ربطة ما بين مجموعتين اللي هي الأريل ومجموعة الألكايل ويديني اللي هو السوديوم بروميد والسوديوم أي وداية كناتج مصاح بردو ممكن نستخدم اللي هي تفاعلات هاليدات الألكايل ولكن عن طريق تفاعلات جرينيارد طبعا جرينيارد أو كاشف جرينيارد بردو تكلمنا عليه في الجزء بتاع المركبات العضوية الفلزية هنا باستخدم تفاعل جرينيارد عن طريق إن أنا بحول هاليدات الألكايل في تفاعلها مع الماغنيسيوم في موزيب زي الإيسر عشان يديني اللي هو كاشف جرينيارد بتفاعله مع الكحولات هاليديني اللي هو الألكان أو الهايدروكربون المقبل تمام ممكن نطبق التفاعل على أي مركب زي مثلا المركبات المتفرعة زي ما احنا شايفين في المثال اللي قدامنا ممكن نستخدم المية كبديل للكحول إنه عشان يستبدل اللي هو الماغنيسيوم بروميت بالحيدروجين تمام ممكن نتطبقه برضو على المركبات الحلقية بمنتهى السورة مرضو ممكن نستخدم تفاعلات جرينيارد عن طريق إن أنا بعمله عملية تزاوج مع هاليدات الألكايل الأخرى إن أنا بحضر كاشف جرينيارد بالطريقة العادية تمام فبديني كاشف جرينيارد وممكن نفعله مع أي هاليد الألكايل آخر تمام عشان يديني المركب أو مشتق جديد للألكانات أو الهايدروكاربون زي المثال قدامنا هنا زي البنزايل كلوريد أو كلوريد البنزايل بنفعله مع المرسل نسف وجود الإيسر عشان نديني نكاشف جرينيارد للبنزايل بعد كده لما بفعله مع بروميد الإيسايل فبيديني اللي هو الفنايل بروبان أو الواحد فنايل بروبان بهذا الشكل كون لي ربطة جديدة اللي هي موجودة هنا ما بين الكربون بتاع البنزايل وكربون بتاع الإيسان بدل هالدات الألكايل برضو ممكن أن أستخدم اللي هي سالفيت الألكايل أو كابريتات الألكايل زي كابريتات المثال هنا برضو بتعمل عماية استبدال مع الماجنيسيوم برومايد عشان يديني هنا اللي هي مجموعة الألكايل وخصوصا في إدخال مجموعات الألكايل على الحلقات الأرماتية هننتقل الجزء الثاني اللي هو طرق خاصة لتحضير الألكينات من الطرق دي رقم واحد اللي هو تفاعل شجف أو شجف رأكشن هنا بيستخدم عملية بنسميها تحلل استرات إذنسات عند تسخينها تمام بالتسخين للإسترات داية فبيديني الألكينات إيه هي الزنسات الزنسات اللي هو المركب القدامنا اللي احنا شايفينه دا هو بينتج من تفاعل الكحلات مع ثاني كربيد الكربون عن طريق المعادلة القدامنا عندي هنا كحل بنفعله مع ثاني سنائي كربيد الكربون فوجود هادروكسيد السوديوم والمسائل آيوديت هيديني اللي هو استر بنسميه اللي هو استرات الزنسات استرات الزنسات داية بالتسخين بتفقد اللي هو المركبتنت والكربون سالفايد أوكسايد وبيديني الألكان في المركب أو الشق الطريقة الثانية اللي هي عملية حزف الحراري من أكاسيد الأمينات أو بنسميها اللي هو حزف كوب كوب إليمينيشن عندي هنا الأمينات السلوسية في تفاعلها مع الهادروجين بيروكسيد أو فوق أكسيد الهادروجين أو ماء الأكسوجين فبيحصل يكون أكسيد الأمين تمام أكسيد الأمين بالتسخين الحراري أو بالمعالجة الحرارية بتحول للألكين وهادروكسيد الأمين المقابل تمام التفاعل ممكن أطبقه على أي مشتقات على سبيل المثال هنا بيديني اللي هو الربطة المزدوجة الخارجة من حلقة الهكسانون أو الهكسان الحلقي تمام عن طريق إن أنا بيأخذ المشتق الأمين بتاعه السلوسي بفعله مع فوق أكسيد الهادروجين بعد كده بعمل له عملية تسخين عند 160 درجة مقوي عشان يديني الألكين المطلوب طريقة الثالثة معنا اللي هو حزف وده بيبقى برضو حزف حراري من هادروكسيد رباعي ألكايل الأمونيوم لو أنا عندي هنا أمونيوم أمين سلوسي تمام فعلته مع المسايل آيوديد فبيديني اللي هو رباعي ألكايل الأمونيوم خلاص كسلط مع الآيوديد في تفاعله مع أكسيد الفضة هيديني الهادروكسايل دريفاتيف أو الهادروكسيد الأمونيوم المقابل الهادروكسيد الأمونيوم المقابل ده بالتسخين بيفقد جزء مية والأمين السلوسي بيترك بقية المركب في شكل دبل بوند أو بيسم اللي هو الألكين التفاعل ده بيتميز إنه هو بيمشي عكس اللي هو عكس سايد سيفرول اللي هو بيديني الألكين الأقل استبدلا تمام يعني لو أنا عندي المركب ممكن يحصل حسف من الاتجاهين من هذا الاتجاه أو من هذا الاتجاه فهو بيفضل الألكين اللي هو الأقل استبدالا في هذا الوقت فبيديني اللي هو الألكين الأكثر استبدالا بنسبة قليلة ولكن الألكين الأقل استبدالا اللي هو عكس قاعدة سايد زيف اللي هي الدبل بوند بتبقى طرفية فدي بيدهوني بنسبة عالية دي في حالة إن أنا محتاج إن أنا أحضر المركبات اللي هي فيها الألكين الأقل استبدالا فأنا باستخدم الطرق العادية في عمليات الحس لا باستخدم اللي هو تفاعل هوفم طريقة الرابعة في تحضير الألكينات في الكيميا العضوية التخليقية اللي هي استخدام تفاعل فتك وده بيتم من تفاعلات هاليدات الألكايل والألدهيدات أو الكيتونات في البداية بناخد هاليدات الألكايل بنفاعلها مع سلاسي فينايل الفوسفين تمام عشان يديني أملاح الفسفونيوم تمام يديني هنا الفسفونيوم بروميد أو مشتق الفسفونيوم بروميد تمام مشتق الفسفونيوم بروميد دوت لو عالكتو ببيس قوية زي الفنايل لسيام تمام فبيحولهولي لكاشف فيتك أو بنسميه الإيلايد تمام بيسمى إيلايد تمام سلاسي فينايل الفسفونيوم الإيلايد أو دوت بيسمى ككاشف فيتك خلاص بيبقى هو اخد الشكل ده بيبقى هو عبارة عن مركب فيه أيون مزدوج هو نيوترال وستيبل ولكن هو بياخد الشكل دوت بيبقى فيه شحنة مجابة على الفسفين وشحنة سريبة على الكربون فبيسمى المراكبات المجموات المراكبات بتسمى اللي هي إيلايدات الفسفونيوم تمام وده بنسميه اللي هو كاشف فيتك بياخد بعد كده في الخطوة اللي بعد كده بيتفاعل مع مركبات الكربونيل سواء كات الضهيدات أو كيتونات علشان يديني مركب الإضافة بيتم عملية إضافة على الكربون أكسجين دبل بوند أو الربطة المزوجة بين الكربون والأكسجين بهذا الشكل بعد كده بالتسخين بيفقد اللي هو سلاسي فنايل الأكسيد الفوسفور خلاصه بيكون لهنا الألكين أو بيكون أو بيشكل الربطة المزوجة بين الكربون والكربون لو نلاحظ إننا بقسم المركب هنا بالنص فبلاقي إننا عندي النص ده جاي من الألكين جاي من المركب الكربونيل سواء كان الضهيد أو كيتون والنص التاني ده اللي هو جاي من هليد الألكين يبقى أنا عندي هنا الألكين اللي ناتج أنا لو جيت أسامته بالنص من عند الربطة المزدوجة هلاقي شق جاي من الألكان والشق التاني جاي من هليد شق جاي من الكربونيل مركب الكربونيل الألضهيد أو الكيتون والشق الأولاني أو الشق الآخر جاي من هليد الألكين طيب لو بصينا على المثال اللي قدامنا هنا لو أنا عاوز أحضر مركب الأدامي ده اللي هو فيه ربطة مزدوجة خارجة من الحلقة بتاعة البنتان الحلقي هحضره من البنتانون الحلقي هيتم هيتم منتها بسيط بيأخذ المسايل بروميد مع ترايفنا الفوسفور خلاص عشان يديني الفسفونيوم ملح الفسفونيوم للبروميد بعالجه بالبيز بعض المركبات باستخدام طريقة فيتج أو تفاعل فيتج بمنتهى السهولة بنظر للمركب بتاعي بقى 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 سمو لشطرين شطر ممكن أستخدم فيه هنا النحية دي المركب من عند الربطة المزدوجة بهذا الشكل استخدم من هنا هاليد الألقايل واستخدم من هنا المركب الكربونيل الطريقة اللي بعد كده اللي هي طرق تخليق المركبات الأروماتية ولكن ليس تخليق كامل ولكن ازاي ان انا اضيف حلقة أروماتية على المركب تمام عندي مركب أروماتي وعز اضيف حلقة أروماتية من على سبيل الاسلوب اللي هي طريقة بتسمى طريقة هورث لإضافة الحلقات الأروماتية خلاص الطريقة هنا بتستخدم بشكل رئيسي عشان عملية تخليق اللي هي المركبات الأروماتية عديدة الحلقة بإضافة حلقة جديدة طريقة هورث بتتكون من خمس تفاعلات متتالية تمام كل تفاعل منفصل عن الآخر التفاعل الأواني اللي هي عملية أستلا فريدل كرافت خلاص دي البنزين باستخدام أنهيدريد حمض الساكسينيك عندي هنا أنهيدريد حمض الساكسينيك في تفاعل فريدل كرافت فبيديني اللي هو حمض البيتا بنزويل بروبيونيك تمام أدي البيتا هنا وده هنا حمض البروبيونيك على البيتا بتاعه في اللي هي مجموعة البنزايل تفاعل فريدل كرافت السيليشن أو الأستلا لفريدل كرافت مع أنهيد حمض الساكسينيك للبنزين فبيديني اللي هو البيتا بنزويل بروبيونيك تفاعل الرقم اتنين اللي هو اقتزال حمض البيتا بنزويل بروبيونيك عش بطريقة كليمنسين اللي كنا لسه أخدينها من شوية اللي بتحول لي مجموعة الكربونيل الهادروفلوريك المركز هيديني الجاما فينايل البيوتانيويك أسد التفاعل التالت بعد كده اللي هي عملية السيكليزيشن أو عملية غلق الحلقة خلاص باستخدام برضو طريقة الأستلا داخلية باستخدام حامض قوي زي حامض الهادروفلوريك المركز تمام هيديني اللي هو الحلقة الأرماتية أو بنسميه اللي هو الألفا تيترالون السؤال هنا ممكن نسأل نفسنا هل ممكن أن أبدل ترتيب الخطوات ما بين التفاعل رقم ثلاثة أو التفاعل رقم اثنين يعني أنا أعمل عملية غلق الحلقة الأول بعد كده أعمل عملية الاختزال بتاعة كليمينسين ولا هي لازم تمشي بهذا الترتيب أعمل خطوة كليمينسين الأول بعد كده أعمل عملية غلق الحلقة عشان هيجي بعد كده في التفاعل الرابع هلاحظ أن أنا أكرر تفاعل كليمينسين عشان أختزل الألفا تترالون إلى التترالين برضو باختزال كليمينسين بممالغم الزينك في وجود حامض الهادروكلوريك المركز بيختزلي مجموعة الكربونيل الموجودة هنا في الألفا تترالون عشان يحاول للتترالين مركب التترالين بهذا الشكل الخطوة الأخيرة رقم خمسة اللي هي حزف الهادروجين من حلقة التترالين عشان يديني مركب النفسالين وذات بيتم عن طريق التسخين مع البلاديم نصب التسخين اللي هو التترالين مع البلاديم بيحصل عملية حزف الهادروجين أو عملية الاروماتيزيشن بيحاول للمركب اروماتيك أو لحلقة النفسالين جي الهاكي طريقة هورس لإضافة الحلقات الاروماتية أو تكوين الحلقات الاروماتية في المركبات اللي هي عديدة الحق بننتقل بعد كده لبعض الطرق الخاصة للتخليق الكحلات أو الالكانولات هي عادة بتبقى أننا بدخل مجموعة هيدروكسايل على المركب بطرق مختلفة وبأسليب طائفة من ضمن التفاعلات تفاعل معروف باسم التفاعل كانيزار وعددنا قبل كده اللي هو بيستخدم فيه الكحلات الأولية عن طريق معالجة الألدهيدات أو بيحضر فيه الكحلات الأولية عن طريق معالجة الألدهيدات الخلية من الألفا هيدروجين بمحلول مركز من هيدروكسيد السوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيام تمام التفاعل بيندرك تحت تفاعلات الأكسيدة والاختزال اللي هو بيتم التفاعل ما بين جزيئين من الألدهيد تمام بيتم أكسيدة واحد واختزال الآخر الأوامي بيتأكسيد للحمض والآخر بيختزل للكحول أعلى سبيل المثال البنزلدهيد هنا طبق عليه الشروط إنه هو مركب خالي من الألفا هيدروجين فبالتالي جزيئين منه فيه بالتسخين مع هيدروجسيد السوديوم فبيحصل اختزال الجزيء وأكسيدة الجزيء الآخر بيتكون اللي هو كحول البنزيلي وبنزوات السوديوم اللي هو ملح السوديوم للحمض البنزويك برضه ممكن يطبق التفاعل على مشتق أي مشتقات للبنزلدهيد أي استبدالات موجودة على الحلقة بنفس الأسلوب ما بتأثر المجموعات الجانبية على التفاعل بيتم التفاعل بمنتهى السهولة أيضا عندي هنا مجموعة ميسوكسي أو مجموعة البروميد أو الهاليدات بيتم التفاعل بيتم اكسادي جزيء واختزال جزيء آخر عشان يكون للكحول وملح الحمض التفاعل بيتم إزاي آلية التفاعل أو الميكانيكية بتاعة التفاعل إن أنا عندي آدي جزيء من الألدهايد بيتم واجمته بأيون الهيدروكسايد للسوديوم هيدروكسايد أو البوتاسيوم هيدروكسايد عشان يعمل عملية إضافة على مجموعة الكربونيل بعد كده بيتحول أو بينتقل عندي آيون الهيدرايد للجزيء الآخر بيتم إضافته على الجزيء الآخر وبينغلق هنا الجزيء الأوليني بخروج الحمد للكحول عشان يديني الناتج النهائي اللي هو ملح الحمد والكحول المجموعة بعض الملاحظات على النوع ده متفاعلات عندي هنا الآضيادات المتفاعلة زي ما قلنا إن هو يشترط إن هي لا تحتوي على زر هيدروجين مجورة لمجموعة الكربونيل اللي هي بنسميها الألفا هيدروجين خلاص والآضيادات اللي بتصلح للنوع ده متفاعلات زي الألضيادات الأروماتية اللي بيبقى مجموعة الألضياد مباشرة متصلة مباشرة بالحلقة الأروماتية تمام الألضيادات الألفيتية ولكن يشترط إن يبقى فيه استبدالات على الموقع ألفا أو على الكربون ألفا بحيث ما يبقاش فيه أي هيدروجين موجود على الكربون دي الملحوزة الثانية الألضيادات الألفيتية الغير مستبدلة ما بيتمش عليها التفاعل دليل لأن بيحصل عليها تكاسف ألضل تمام وليس أي تفاعل كانيزارو يعني بتأدي إلى تفاعل آخر غير التفاعل المطلوب لتكوين الكحل من الشواهد المميزة المميزة للميكانيزم أو الميكانيكية أو آلية التفاعل بتاع تفاعل كانيزارو إن أنا لو استخدمت الماء السقيل اللي فيه ديوتيريوم مكان الماء العادي فالناتج النهائي بيقول هنا إنه لا يحتوي على الهيدروجين السقيل وده بيدل على إن أثناء الميكانيكية بيحصل عملية انتقال لأيون الهيدرايد وليس لبروتون من المزيب اللي موجود في التفاعل تفاعل كانيزارو المتصالب برضه ده نوع من أنواع تفاعلات كانيزارو التفاعل ده بيستخدم عشان أزود نسبة الكحول النتجة في التفاعل وهو تفاعل يتم في اختزال الهيدات باستخدام الفورمال ضهايد عشان يديني الكحول المقاب يتم التفاعل ازاي بيتم التفاعل عن طريق اننا بيأخذ الكحول الالدهيد اللي انا عاوز اكون منه الكحول تمام مع كمية من الفورمال ضهايد تمام بنفس الاسلوب بسخنه في وجود هيدروكسيد البوتاسيوم فبيديني الكحول والفورمات او ملح الفورمات المقابل تمام ما بيتكون عندي هنا الميسانول ولكن بيتكون ملح الفورمات لحمض الفورمك وبيتكون الكحول من الالدهيد الاخر اللي انا كنت نستخدمه على شرط برضو ان الالدهيد دوتلا يحتوي على الالفا هيدروش طريقة التانية في تكوين الالكانولات او دخول مجموعات الهيدروكسايل او تكوين مجموعات الهيدروكسايل في المركبات العضوية اللي هو تهكاسف بنزوين هنا برضو بيستخدم الالدهيدات الاروماتية تمام في معالجتها مع سيانيد السوديوم او البوتاسيوم تمام بتتحول لمركبات اللي هي البنزوين مركبات البنزوين هي مركبات عضوية لها الصيغة الجزائية اللي احنا شايفينها قدامنا دي دي ابسط صيغة لها تمام بتحتوي على مجموعة الفا هيدروكسي كيتون يعني عندي هنا مجموعة كيتون وفيه عندي على البوزيشن رقم الفا او على الكربون الفا في مجموعة هيدروكسايل دي بنسميها اللي هي مركبات البنزوين مرتبطة بمجموعات اخرى التفاعل ممكن يحصل مع اي الديهيدات او اي دريفاتيف تمام بمنتهى السهولة برضو بالمعالجة مع سينيد سينيد السوديوم خلاص زي هنا الديهيد اللي هو للمركبات الحلقية الغير متجنسة الديهيد الفيوران هيدينا برضو اللي هو تكاسف البنزوين بنفس الاسلوب بيديني اللي هو الالفا هيدروكسي كيتون التفاعل برضو ممكن يمشي باستخدام الديهيدات مختلفة تمام غير متناظرة فبيديني اللي هو البنزوين الغير متناظر بهذا الاسلوب تالت طريقة معنا واخر طريقة في التفاعلات اللي هو تفاعل ريفورماتيسكي ايه هو تفاعل ريفورماتيسكي هو تفاعل في الكمياء العضوية التخلقية بيستخدم في تحضير اللي هي البيتا هيدروكسي استر او الاسترات اللي فيها على البوزيشن رقم بيتا في مجموعة هيدروكسي بيتم التفاعل من خلال تكاسف الالدهدات او الكيتونات مع الالفا هالو استر في وجود فليز اللي هو الزينك تمام ادي عندي الالفا هالو استر خلاص عندي هنا الالفا بروميد اسايل اسيتات او خلات الاسايل في عندي هنا على البوزيشن ارفع في استبدال مع هالوجين اللي هو البروميد مع كيتون زي اللي قدامنا هنا المسايل اسايل كيتون في المعالجة بتاعته في مع الزينك في موزيب زي البنزين فبيديني السلط بتاع البروميد زينك هنا تمام اللي بعد كده بيتحول لي عن طريق الاماهة في وسط حامدي فبيديني اللي هو البيتا هيدروكسي استر التفاعل هنا بيتم على خطوة ين الخطوة الاولى بتتم بتفاعل الالفا هالو استر تمام اللي هو الالفا برومو اسايل اسيتيت مع الزينك عشان يديني اللي هو المركب العضوي المعدني المختلط اللي قدامنا هنا جيه الاستر المشتق من الاستر اللي في الخطوة التانية بيتم تفاعله مع الكيتون خلاص عشان يديني السلط الملح المقابل اللي بيحصل له اماها او تحلل في الوسط الحاملي عشان يديني اللي هو الهيدروكسي البيتا هيدروكسي استر خلاص هنا التفاعل شبيه جدا بتفاعلات المركبات العضوية المعدنية مع الالضيادات والكيتونات كانت بتنتق برضو عنها الكحولات هنا عشان بالتفاعل مع الكيتون فم يديني هنا اللي هو الكحول السلوسي او مشتق الكحول السلوسي للإستر لو هيتفعل مع الضهير هيديني الكحول السنوي